يلا محر سمعك متعرف على جونا كيفش بشيكون لليوم وللأيام القليلة القادمة وكيما قلت انتي خصوصا كونو الأسبوع داي يتزامن بكونو بشيكونوا معنيين في الفترة هذي بترجيع العداد بنسبة الصغيرات وبرشة ناس تحب تخرج تحب بدل الجو بعد أسبوع من الإرهاق من الامتحانات إن شاء الله نشوفه نتائج طيبة وطيبة جدا من سوش لنهاية الأسبوع امتازت بتقلبات جوية ذات فعلية ونثمنوا كمية الأمتال اللي نزلت خصوصا في ليلة الفاصلة من بين نهار السبت حتى نهار لحد كميات اللي تزوزت مستوى العشرين وثلاثين مليمتر في عديد من ولايات الشمال البارح ضعف تدريجي فعليت تقلبات الجوية وحتى كمية الأمتال اللي تم تجيلها تاكس كونو السرسلة الثانية فيما يخص الاثرابات الجوية اللي عشنا خلال شهر مارس قادة تضع بصفة تدريجية البارح أعلى كمية الأمتال كانت في مستوى الاربعتاش مليمتر في ولاية جندوبة في عين دراهم عشر مليمترات في فرنانا سود بربرا أحداش مليمتر كمية تقريبا دون الخمس مليمترات في بقية ولاية تشمال على غيرار جيهة الوطن القبلي تونس الكوبرا زاغوان باجا الكاف وأيضا سليانة في مناطق الوسط جيهة الساحل سجلنا فيها كمية أمتار وصلت لحداش مليمتر في سيدي علوان من ولاية المهدية ثم ثمانية في ابن حسان من ولاية المونستير مليمتر وحيد في القيروان وأيضا تسقط البرات في عدد من معتمديات جندوبة صحيح اللي يكونوا معنيين ممكن بفترة هدوء نسبي مع انطلاق التنهار اليوم إنما هو يخفي في طايتو سلسلة ثالثة متقالبات الجوية الحمدولة باش نكونوا معنيين باضطراب جوي يحمى في طايتو بشأر الغيث النافع من جديد بداية من اليوم العشية والاضطراب هداية يبقى نسبيا متواصل خلال يوم الثلاثاء وصباح يوم الأربعة شنية المعنية بنزول الأم تار هي بدرجة أولى ولاية الشمال آآ ما نطق الوساط واكف كيف محاليا الجنوب هذاك عليش آآ نردو بالنا ممكن من نشاط الخلال العادية اللي قد يرفقوا تسايا قتال بارد في أماكن محدودة آآ بالنسبة ممكن الدرجات الحرارة اللي قد تعرف ارتفاع نسب اليوم ما تغلط ناش بداية من يوم الغد إن شاء الله بشكونوا معنيين بنخفات آآ فيما يخص درجات الحرارة بالإضافة إلى فعالية ونشاط الرياح رياح اللي إن شاء الله بشكون قوية ناكدوا كونوا لي صاحب الاثراب الجوي هدا هو آآ ر رياح قد تصل سراتها المستوى ستين كرومتر في الساعة في المناطق الساحلية طبعا لذلك البحر بشكون عفوا شديد الاثراب في الشمال وشديد الاثراب في مضطرف في الساحل الشرقية لبلادنا ودرجة الحرارة تعتبر أدفى نسبيا من البارح اليوم نتوقع كون الحرارة ظهرا تقريبا باستسعد المستوى 17 درجة في أقصى الشمال في بنزرد 18 في قليم تونس الكبرى في جيت الوطن القبلي كيف كيف في زغوان في ربوع الشمال الغربي ممكن سجلوا 17 درجة في باجة 18 في جندوب 17 بكل من الكيف واسليانا بالنسبة لمناطق الوساط قد توصل أرقام مستوى 21 درجة في القيروين في سيدي بوزيت 16 في القاسرين 19 في سوسا في المنسير 18 درجة في المهدية وفي مناطق الجنوب بالنسبة للسفياقس قد نسجلوا اليوم 20 ظهرا 21 في جابس في مدين في تتوين 19 في جافسة 21 في كبلي 22 درجة في توزر أما غدوة راهي أرقام مغيرة تماما ممكن القيام اللي كنا نحكيو عليها اليوم غدوة نتوقع باستراج حرارة مستوى العشر درجات في المرتفع التفاعة الغربية لبلادنا أرقام قد تتروحهم بين ثلاثة 18 في بقية المناطق والإيجابي في هذا الكل هو بشائر الغيث النافع من جديد ونذكروا ناس يتفرج في نتوى كونه غدوة عنده دلالة خاصة باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل شوية تشويق غدوة استنادة من تقويم الفلاحي نحكيو على بداية الحصوم اش معناتها الكلمة هذية هذية ان شاء الله باش نحكو عليه اتباعا خلال اليوم الغد بيضانا شكرا لك محرز طبعا تلالتك موما يزاكل صبح حيا نبدأوا اللقاء هذية مع محرز محرز بقلبه الكبير يكون حاضر بناتنا والضحكة اللي ما تفرقوش اللي سالله كيما قلت انت سي الراول البشائر بشائر خليها تعم تبدأ بالتقس وشاء الله تعموا تشمل كل المجالات الأخرى دونك اللي كيف نسمعك نقول وانه لبي صحب بداية الصح وكان النجم نقوله في التقسيمتان صحيح هو صح وظرفي اما الناس تفرج فينا اللي عنده برنامج بشيخرج مليوم العشياء حتى لنهار لاربع صباح نعودوا نحضروا الكبابة بتاعنا نحضروا لي باربلوي بتاعنا وديما ثمنوا الأمتار خصوصا كمنوا كميات طيبة وطيبة جدا قد تجاوز لعاشر وعشرين مليمتر في المنطقة فيها السدوط المنطقة فيها زراعات الكبرى ربي رحمنا بالأمتار والحمد لله ربي رحمنا بعد وانتظار